اشتركوا في القناة تحبوا مقطعينه مكعبات فلفل احمر جاف عندي اللي هو البابريكا ممكن يحل محلو عندي فلفل الوان مشوي طوم شرايح ملح خشن نص كباية من الخل معلقة صغيرة من الكركم حبوب خردل وزيت زيتون وكمون حب وكاري وكسبورة جافة وهريسة الفلفل الاحمر توليفها كده حلوة قوي يعني العلبة دي لما تتحط في التلاجة سقعة كده علبة ازاز تسقع وتكلوها كده في صانويتش خفيف جميلة جدا تعالوا بسم الله اول حاجة هحط التاصة وهشوح شوية المكونات الجافة دي بمعلقتين زيت الاول وهو يا زينة زيت الزتون اللي ينفع نستخدمه على الحرارة وبصي انا سخنت الاول البان عشان ابدأ احط التوابل عشان ايه ما سخنوش كتير ادي الكاري والكسبورة بسم الله وقادي بزور الخردل معانا كارلا من الجيزة اهلا يا كارلا اهلا الاسم الحلو ده يا كارلا الاسم الجميل ده يا روح قلب اهلا شفت غظيبة حبيبت عمري انت ايه الاسم الجميل ده وانا كمان من سمعك الاسم الحلو ده يا كارلا قوليني مين اللي سميكي بابا ولا ماما ولا تيتا ولا مين مامي ربنا يخلي مامي الجميلة دي ربنا يخلي هالك يا روح قلبي أنا بتفرج وانتي خدتي بتمثلي يا روح قلبي انتي بتتفرج أنا سعيدة انتي بتشوفيني يا نور عناية انتي والله طيب مش عايزة اي حاجة اعمل هالك يا كارلا اه قوليلي طبعا فورا ايوا الملوخية انا لسه عاملة شلولة وعايزة ملوخية ايه خضرة طب ايه تاني غير الملوخية قوليلي حاجة حلوة بقى قولنا حاجة حلوة عامل هالك تاني غير الملوخية يا خابة ربيد دي نعملو مخصوص من عيوني الاتنين انا متشكرة جدا ان انتي كلمتيني وسمعتيني صوتك واسمك الجميل ده انا بحبك اوي وانا بحبك اكتر كتير كتير انا بحبك اوي وانا كمان يا عمري تسلميلي يا روح قلبي مرسي يا كارلا بصو سلميلي كل على عندك حاضر من عناية بس كده هما كمان كلهم في الكنترول بيسلموا عليك هناخد شوية كتسلميلي يا عمري قلبي مرسي ربنا يحفظك يا رب لأسرتك والمامتك الجميلة باي بصو هاخد بس تشويحة كده هنا حبة كده وبعدين هوريكو بقى هحط في بس نبثيه هو طبعا دافي اهم حاجة لما يكون طالع من الفورن ناخده على طول نحطه ايه عليه التوابل علشان يستوعب على طول التوابل الحلوة دي بسم الله بصو بقى هنزل الكمية دي هنا يتشربها كويس وهضيف عليها باقي الحاجات اولا هلبس كده بس لإيه الجلافز عشان هعمله هخلطه هحط عليه بقى نحط الخل ونحط لإيه الفلفل انا اشرر الفلفل بس من القشرر اللي عليه دي علشان يبقى جميل معي بصو عايز اقولك بصوا الفلفل ده جميل ازاي انا هحطه زي ما هو كده افتحه بس كده دنين ماشوي كده وحل طعم وروعة الفلفل ده لي فواد كتير جدا وكمان مهم للانيميا يعني الناس عندهم انيميا وبيساعد على عملية الهضم بيأول أعصاب بيحمي كمان من فيروس كورونا لهضة ضرقية كتير كالتوب فراش او كالتوب اي صورة وكمان بيدي بيمد الجسم بالطاقة لانه فيه نسبة كاربوهايدريت حلوة يعني بيقولوا يعني هو بيمنع الغسيان للمرأة الحامل بص ممكن اقشر كده القشرة بعد الشام اهو بصوا شايفين جميل ازاي كده اصلا هو طعمه بقى كمان حلو من غير اي حاجة هاخد كده شوية ملح وعندي الخل بسم الله الرحمن الرحيم وهاخد كده معلقة من دي هاخد بقية البازنجان ده خليني اقلب كده الخليط ده عايز اقولكو حبوب الخردل دي مهمة قوي وحلوة بتعالج كتير تساقط الشعر ومهمة للسرطان القولون لقدر الله وبتعالج السرطان القولون على الاخص وعايز اقولكو كمان بزور الخردل دي بتساعد على فقدان الشهية بصوا استخدامها ليها قليل تلوان كتير وليها فوائد كتير ممكن بقى نحط واحدة كده من هاريسة الفلفل اللي مش حار هاريسة الفلفل اللي مش حار الفلفل اللي احنا شونا منه ده عاملين منه هاريسة حلوة زي قدام حضراتكو هاي تدي بقى طعم كده بصوا بقى التوابل الحلوة دي يفتح النفس بصراحة وهي بصراحة جميلة مش تفعنا نزود شوية عشان خط الرني حياتي نعمية بما انه بقى الواحد ايه عامل هاريسة حلوة كده بسم الله طبعا حطينا بزور الخردل حطينا بزور الهو الكمون الحب شوحت كل ده على النار في زيت زيتون وهخط الوقت كمان رشة بسيطة من زيت زيتون طبعا انا لما شويت البتنجان خدت بالزبط كده معلقة قطعت مكعبات وخدت منه معلقة على الصاج على الصاج ودخلت الفرن علشان ايه يتشوي كويس وبقي تقلبه كل ربع ساعة وعشر دقاي لحد ما وصل لحضراتكو شفتو ده دلوقتي بقى تعالوا بقى ادي الايه البازنجان والفلفل المشوي بتنجان المشوي فلفل المشوي بس بالتوابل الهندية الجميلة حاجة كده مختلفة ان احنا متعودين عليه نقعد بقى الصبح لما نفطر الفول والطعمية والحاجات اللي احنا حبينها البتنجان ده بقى وصفته او تابلته مختلفة مع شرايح التوم اللي احنا حطناها تقدروا تخلي التوم مفروم كمان مفيش مشكلة خالص بصوا شرايح الفلفل حلوة ازاي المشوية ناخد بقى رشة كده من زيت الزيتون خفيفة خفيفة بس اهو وتعالوا بقى نوليكم عجين تعيش سهلة وبسيطة جدا نقدر نعمله على الطاصة ناكلها جنب الوصفة الحلوة دي اذا احنا عايزين حاجة يعني ايه صحية ونقدر لو عندنا العيش الشمسي طبعا الاصلي يا سلام هيبقى احلى واحلى بقى طيب ناخد كده مع الشلولوة هنقدم بقى البازنجان وقادي الشلولوة اشتركوا في القناة